المحطة اليوم للتقدير والعرفان لأفراد الحماية المدنية الجزائرية فوفق أقسم مستويات المسؤولية والاحترافية تجند لتلبية نداء الواجب وتشريف الراية الوطنية بأسمى معاني الإنسانية والتضامن باعتراف منظمة الأمم المتحدة عقب نجاح مهمة الإنقاذ لفرق الحماية إثر زلزالي سوريا وتركيا هي سيمات المهنية والتفاني التي نشهد لها جميعا وفي مقدمتنا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يجدد التأكيد في كل مناسبة عن عميق تقديره وعرفانه لمستوى أداء منتسبين سلك الحماية المدنية والذين يبرهنون في كل مرة عن احترافيتهم وشهامتهم هذا الدعم اللامتنهي قد أعطى ثماره بحيث أصبح القطاع يحظى بمكانته على المصعيد الدولي والوطني نظير التجربة والاحترافية التي اكتسبها على مدار السنين مهنية أفراد الحماية المدنية كانت أيضا محل إشادة من المنظمة الدولية للدفاع المدني التي رصدت مختلف الكوارث التي حلت بالعالم ومعها مستوى التدخل وجمع المعلومات في تقييم للمخاطر والمناسبة أيضا لتشريف ممثلي الراية الوطنية ولأنه شرف لي أن تقلد في مصف الاستحقاق الدولي الممنوع من طرف الهيئة الدولية المنظمة العالمية لحماية المدنية مصف فارس هذا شرف للجزائر من عمق الحدث نقل التلفزيون الجزائري تبعات الهزة الأرضية في ساعاتها الأولى ورصد معها بصمات أولى فرق الإنقاذ الجزائرية من عين الحدث بأدق التفاصيل حتى من منبر التكريم اليوم كان لنا شرف الرفقة وشرف التمثيل وشرف التكريم شكرا جزيلا للحماية المدنية شكرا للحماية المدنية الذين مكنون من هذه التغطية الحصرية للتلفزيون الجزائري مقاربة الجزائري وستراتيجيتها الناجعة لتسيير الأزمات المتعلقة بالأخطار الكبرى سند للأشقاء وإضافة لدول العالم